لما تعرف انه بلد او مجتمع بيصرف معظم دخله على الاكل والشرب تعرف انه في ازمة على فكرة انه مش متقدم المجتمعات المتقدمة ما بتدفعش معظم دخلها على الاكل والشرب تعرف انه ناس غلابة يعني المجتمع فعلا غلبان وربنا معايا مع كرونا في اشياء كثيرة تتكشف لينا ونبدأ نشوف ايه ده احنا مكناش واخدين بالنا من ضمن الحاجات انه احنا مكناش واخدين بالنا هي فكرة وجود المطاعم ومحلات الاكل في حياتنا وفجأة مع بداية كورونا والحظر وما الى ذلك ثم مع المواعيد المحددة للمحلات والمطاعم ثم ثم بينا اصاد كمان انه يعني اعتمدنا على الديليفري مثلا والناس يوصلوا لغاية البيت يجيبوا لك الاكل او يجيبوا لك الاحتياجات وكأننا عدنا اكتشاف واقع جديد كنا عايشين فيه صحيحة بس ما يشايفونه صح المركز المصري للدراسات الاقتصادية عمل لنا دراسة غاية في الاهمية كي نعرف مجتمعنا اكثر الحقيقة وكي نفهم انفسنا اكثر ونفهمها ازاي بالحقائق والحقائق نفهمها ازاي بالارقام بس نقرأ الارقام صح لاني بقولك الارقام لا تجذب ده كذاب الارقام تجذب ونص لو انت قريت نص الارقام دون اخرى لو ما خليتش الارقام دي وفق الواقع وعملت مقرارات ونسب يعني ما تقولش مثلا انا وجاري بنكسب خمسين الف جديد في الشهر فتقولك اه وانا احنا لا نجذب ده ارقام الارقام لا تجذب اه بس انت مثلا بتكسب اتنين واربعين الف وجارك بيكسب تمانية يبقى ده بقى الارقام كده كذبة مش مقدمة الحقيقة ها فنفس الحكاية انه ما ينفعش خالص ان احنا نتعاول مع الارقام الا في السياقات بتاعته عشان نقرأها صح يعني مثلا بنكتشف الدراسة دي ان المصريين بيصرفوا 200 مليار جنيه سنويا 200 مليار جنيه سنويا على الاكل والشرب طب يعني هما بنصرفوا كام سنويا عشان يبقى 200 مليار ده بالنسبة لهم قد دي تخيل بقى ان الميتين مليار دولار 46% من اللي بنصرفوا كله 46% من اللي بنصرفوا على كل حاجة في حياتنا ده وبقى واصلات ولبس وتعليم وخروج وكل حاجة في حياتنا بنصرف 46% من دخلنا على الاكل والشرب 200 مليار جنيه منهم من الميتين مليار دولار 125 مليار جنيه على وجبات خارج المنزل ومن المطاعم يا خبرة بيضة يعني احنا بنصرف على الاكل 200 مليار بنصرف منهم 62% على المطاعم والاكل خارج المنزل تخد بالك خارج المنزل والمطاعم ده سواء في المطاعم نفسها او جاي لك الاكل جاهز من المطاعم نفسها او جاي لك المش عارف ايه والتسلقه ايه تعمله ايه 62% انتو هل كنتم متصورين ان احنا بنأكل برا البيت 62% يعني لو بنصرف 100 جنيه على الاكل كل شهر كل يوم بنصرف منهم 62% 62 جنيه على اكل برا انا اقولك بس تأمل الموضوع هتلاقيه فعلا يعني كل الموظفين اللي بيروحوا شغلهم هتلاقيهم عربيات الفول وهم خارجين راحين الشغل بيكلوا عربيات الفول او طلبين سان دوتشات الفول في المكتب او 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 وكشري من المحل اللي في الشارع اللي جنبنا من مش عارف يروح يا ابني ايه جب لنا ايه الود صاب المحل يروح يجيب العلم الكوشة اللي كلها ويخش على الورشة ويوزع جبتنا كيه وانا جبتك سان دوتشات الكبدة اللي انت طلبتها وش عارف طب انت نسيته نصب لبن هو ده هتكتشفين احنا فعلا بناكل الاكل ده بناكل برا البيت طب بناكل برا البيت ده المطاع لك الوجبات الجاهزة دي سواء اللي بنطلبها ديليفري اين 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 اتفضل والطيارين جايين لك وبالمناسبة ده ما لقيتش موضوع خاص بالقاهرة كل محافظات مصر وكل مدن مصر وربما قرى مصر بس انا بقول ربما بقيت فكرة اتكلم في التليفون ويجي لك الودع المحل او يجي لك المندوب المطعم ويجيب لك الاكل او جيب لك الحاجة فبقيت في مصر كلها احنا عندنا في مصر كم طيب محل ازغال موضوع كده يعني اللي بيدينا 62% من اكلنا كل سنة ده كام ومين يعني دول اه هنا بقيت والمناسبة برضو العجيبة انه المركز القوم من الدراسات الاقتصادية ويتعامل مع موضوع الكافيهات والمطاعم في مصر اعتمد على مصدر الارقام والمعلومات من مكتب الشؤون الزراعية بالصفارة الامريكية بالقاهرة الارقام الادق اللي لايها جاي من الصفارة الامريكية وده معناه انهم مهتمين بينا لدرجة انهم عاملين اهم سلاسل المطاعم والكافيهات في مصر فتلاقي عاملين مقاس منها تلات سلاسل سلاسل مطاعم عالمية واظون هبا معنا دلوقتي على الشاشة وسلاسل مطاعم اقليمية وسلاسل مطاعم محلية اما المطاعم العالمية كنتاكي مثلا هو اشهر او اكتر سلسلة موجودة فيك يا مصر عنده 135 فرع في مصر كلها وبيعمل ارادات سنوية والارقام دي ساعة 2016 154 مليون دولار الحزبة هنا بالدولار لانه ده ارقام الامريكان بتزهط تاني سلسلة بتبيع ب 154 مليون دولار في السنة عندها 64 فرع طبعا تبقى بتصرف يبقى اغنى من كنتاكي لان كنتاكي عندها بيه كبس و30 فرع وبتكسب 154 نفس الرقم بيكسبه وبتزهط بس عندها 64 فرع بس ماكدونالز بتكسب 77 او اراداتها بلاش تكسب اراداتها اراداتها 77 مليون دولار في السنة عدد الفروع 91 بيرجر كينج 21 مليون دولار في السنة ب22 فرع حاجة لطيفة برطة كل فرع يعني ربنا يبارك اتشيلز 33 مليون دولار في السنة ل22 فرع طب ربنا يزيد ويبارك اكتر طيب نروح بقى للمطعم الاقليمي اللي هي بقى المصرية بقى اللي من سلسلة عالمية وقدة توكيل هنا في مصر مؤمن اكتر مطعم عنده 40 اكتر مطعم بيجيب فلوس 54 مليون دولار قبل ما يتقفل طبع اعداد الفروع والمنافس كتربعين معرفش راحة فين دلوقتي جاد جاد فلو الطعمية وشوية حاجات جنبه كده 25 مليون دولار في السنة ب30 فرع كوكدور 21 مليون دولار في السنة 66 فرع تيكا 19 مليون دولار في السنة ب21 فرع فش ماركت 19 مليون دولار في السنة ب7 فرع جراند كافي 19 مليون دولار في السنة ب13 فرع نروح بقى لسلسلة المطعم المحلية دولة جاد ودولة عرفوا ووصلوا حتى برا مصر بس الارقام دي بتاعة مصر بس عشان كده اقليميا بما انهم موجودين كمان في يعني اه موجودين في الجغرافية المصرية كلها طي نروح بقى لمطاعم المحلية اول حاجة سبكترا 25 مليون دولار في السنة ل34 فرع سلينترو 28 مليون دولار في السنة ل60 فرع ابو السيد 28 مليون دولار في السنة ل8 فرع ابو شقر 24 مليون دولار في السنة ل12 فرع ناخد بالنا ناخد بالنا ارادتهم كلهم على بعض سنة 2017 مية واربعة مليار جنيه مية واربعة مليار جنيه مطاعم اللي احنا شفناه دي وكافيات اشتركوا في القناة